تحياتي ومساء الخير للجميع أو تصبع خير حتى لازم نبلش مش صباح الخير الساعة عندي ثلاثة الصبح بس معرفتش أنام قبل ما نطلع هيكة ببث مباشر مع بعض نتكلم بعرفش حتى إذا في كثير ناس صحيين بس الهدف إني أساساً نتكلم وأشوف أسئلة الناس بما يتعلق باليوم الأخير المجنون في سوق الانتقالات يعني ظلت أستنى شوي كان لازم أطلع حتى عالتين الصبح بتوقيتي طريت أطلع عالتلات الصبح بتوقيتي بتوقيتي عشان مجنون في قصة صارت بسيطة جدا سأول بتأخر توقيعه بعدين بتأخر توقيع إغريزمان وديونغ ومنفكر كل الصفقات نهارت لكن بالنهاية كلها مشت كلها مشت والآن تأكدت رسميا إغريزمان لأتلاتيكو سأول لتشيلسي وأيضا ديونغ لبرشلونة التركيز بالكلام كثير حيكون على إمبابي حنتكلم عن الصفقات الثانية اللي صارت اليوم بس أنه إبابي أنا إدرا حطه تماما ما تكلمت عنه بالفيديوهات ولا كأنه موجود لأني فعلا كنت عارف أو بالأحرى كنت متأكد أنه مريزمان عنده هدف آخر لازم نفهم أنا فاهم جميل مدريد زعلانة كثير بس اللي عمله سان جيرمن في هذا السوق للتاريخ صراحة صمد صمود مش طبيعي أمام واحدة من أشرس الحملات الإعلامية في تاريخ سوق الانتقالات اللي حصل جابه اسم أمير الدولة وحط أخبار وحط أخبار واضغط واضغط وصور وحطينه سجين لأن بابي ضغط 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 رهيب والله في خمس تلاف واحد صحيح أنا مش متوقع كنت يكون وبزيد ما شاء الله الرقم كان في ضغط رهيب يعني ضغط رهيب جدا عسان جيرمن اتحمله هذا جزء إعلامي جزء ثاني كان في ضغط بالفلوس اللي بيسألوني عن صفقة جريزمان نعم تمت حسب كل التأكيدات لعندما دخلت على اللايف الآن فانتقال رهيب وصلوا لـ 220 مليون يورو وصلوا لـ 220 مليون يورو 220 مليون يورو يعني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وضيله سنة بعقده عارفين شو يعني هاي معناها بكرة القدم؟ معناها انه على الأقل قيم تسرع مئة تمنمئة مليون انجنور يعني ماذا بيدهم انبابي طيب شو اللي خلق هذا الجنون؟ شو اللي خلق هذا الجنون بالطرفين؟ الطرف الأول الروح على باريسان جيرمن ليش يرفض 220 مليون يورو ضيل سنة؟ في أكثر من سبب السبب الأول انه سان جيرمن بكل بساطة بعرف او عنده معلومة شبه مؤكدة انه قانون لعب من النظيف ممكن تخف يعني تخف يعني بقدر يموّلها من الدولة المالكة اليها قطر زي ما بنعرف بسهولة وبالتالي ما بعود عنده بـ 220 مليون ماذا يعني؟ معنا فالحمد الله ده خلنا على 9000 لايف 200 مليون ماذا يعني؟ مش مهمين معانا هذا أول سبب السبب السبب الثاني تعس العالم كل شي عم بصير رياضيا كل شي عم بصير رياضيا في حول قطر من سنوات وهذا شي بنعرفه جميعنا وباعتراف يعني الناس في قطر انه عشان كأس العالم تيجي لي بليلة كأس العالم تاخذ مني الحلم تبعي الثلاثي ميسي نايمار إمبابي لا كأس العالم كلف مليارات شو يعني 200 مليون يورو ولا شي نجيب السبب الثالث انه فيه أمل إمبابي يجدد هذا بكل بساطة فيه سبب انه إمبابي يجدد والسبب الرابع انه سان جيرمان لما جاب ميسي كان بده هذه الصورة الثلاثية اللي عملت عنها فيديو كامل عن حلم سان جيرمان بالمسألة الإعلامية الترويجية التسويقية عقود الرعاية والشعبية والإعلام كسرنا العشر تلاف مباشر والله ناس بتنامش شو هذا طلعت أنا واحد بنام بدري المهم أربع أسباب لسان جيرمان تسويقي قطر وكأس العالم مسألة انه ما بتلزموش فلوس أسطل لو قانون لعب مالي نظيف بدتروح يعني أسبابه كثير والمسألة الخامسة اللي احنا بنعرفها راسنا العربي ما تعنت معي رحت عملت لواحد وطلعت دي وبدك شي يجدد معي أنا بدأ عند معك تعرفوا عندوا معه بسلوبنا العرب 200 مليون إذا ما فيش قوانين لعب مالي نظيف أنا بأقدلكم من الآن ولا كأنهم شي إذا ارتخت ولا كأنهم شي وحيتعوضوا بيوم من الشركة المالكة لباريس سان جيرمان هذا الطرف الأول طب مدريد شو اللي خلا ينجن مدريد عنده أسبابه أيضا مدريد عنده ملعبه الجديد مدريد اللي بلش يحس أنه أنا بلشت ما عنديش سوبرستار في الإعلام في التسويق في عقود الرعاية اللي بدأ أجددها أنا عم بخسر الشي الثالث أنا مش ضامن إمبابي يجيلي لأنه ممكن إمبابي سان جيرمان يقنعه يضل يعني خلينا الناس بيقول لك رفض 45 مليون لازم أوضح نقطة هون هذه ال45 مليون اللي رفضها اليوم هي بتشبه اللي حياخدها إمبابي في ريال مدريد لأنه كان حياخد 30 أو 35 بلس حقوق صور فبالتالي بيطلعوا نفس الرقم تقريبا يعني بيفرقوا مليونين ثلاثة اللي هو بيعوضهم بإعلاناته اللي حتزيد لما يصير لعب لريال مدريد ولو صرنا 12 ألف ولا ما شاء الله الشباب المهم أنا كنت أتوقع لألفين نكون هذا أسباب ريال مدريد موجودة أسباب أنه ممكن يخسروا أصلا أنه مؤمنين أنه بيس الجاي بيريز مؤمن أنه بيس الجاي في شي سابق آخر بيريز انجرح انجرح بالسوبرليج تذكروا لما طلع على الراديو قبلها بيوم وقال لك أنا مؤمن السوبرليج وكذا ثاني يوم كلهم هربوا وخلوه لحاله هو وأن يلي ولا بورتا أن يلي لأنه تورط من أغطاءه المالية بده يخلص ولا بورتا ليجي النادي مفلس إلا شوي فماشوا معاه ولا لو هربوا كمان وخلوه لحاله هو انجرح كبرياءه بده يرد كبرياءه بده يرد شي من نفسه عنده مسألة شخصية غير الرياضية غير التسويقية والترويجية كله يجاء مع بعض ورغم ذلك كان بيعرف كل أفر عم بقدمه كل عرض عم بيبعثه لسان جيرمان انه ما بيغروه بس لحوا انتوا قصة واحدة سان جيرمان صمد يوم كسب خمسين مليون يورو في امبابي كانت مئة وسبعين مبارح اليوم صورة نتكلم مئتين وعشرين فبالنهاية هذه صفقة ما كان مكتوب لها يتم إلا بالتك تاك أو تك تاك بس بس بالواقع ما كان ممكن يتم مستحيل بالعقل بالمنطق سان جيرمان يدمر كل السوق التاريخي اللي عملها معنهم سرقوا مني اليوم إذا لاحظتوا نونو مندز أنا قلت لهم يشتروا ظهير أيصر قبل يومين على تويتر بس معلاش يلا مسابحينهم إياها مستحيل أنت بتهدم كل الجمال بتهدم كل الروعة اللي عملتها بسوق انتقالاتك يا سان جيرمان لو سمحت لأمبابي يطلع فكان كل شيء بنى إعلاميا ترويجيا تسوقيا تاخد أمبابي لا ثمن ومنام اليوم في عملت فيديو رحي شوفوه كان اسمه متى بتصير خسارة لعب مجانا أحسن مما تبيعه بآخر سنة دائما في حساباتك وإذا حساباتك زبطت بتمشي معك سان جيرمان اليوم بصموده الآن برجاء أحكي الصمود تاريخي أمام حملة شعواء عمري ما شد زيها صمود تاريخي لأن الفلوس ما بتهزوا بس الإعلام والضغط النفسي اللي نعمل لا لا مش طبيع أبدا صمد أرسل رسالة للجميع أنه خالص يعني خليني نكون صارحين أنا أقوى نادي حاليا في كرة القدم ما يجي لي جماهير خليني أكون صادق معكم جماهير مدريد ولا أنا جمهور يومنتس بالماضي ولا كل الناس ما يجي يقول أفسدوا الأموال العرب بكرة القدم لا هيدخلنا على 14 ألف اللي بيقول لي 13 ألف والله الشباب عامة فليكس مقضينها حبيبي لما كان اليوفي معاه الفلوس وميلان كان معاه الفلوس أرقام قياسية كل يوم والثاني باجيو مباجيو نستا وأرقام قياسية ولما مدريد معاه الفلوس كل يوم رقام قياسية فيغو ما فيغو أبصر شو وزيدان وفيغو ولما الإنجليز معهم الفلوس أرقام قياسية الآن طبيعي لما سيلفي نادي أغنى منك ذوق اللي ذوقتوا أنت بس أنا كان نفسي ما بيجي عمدريد صراحة أحكي بكم أنا شخصيا أنا كان نفسي ما بيروع عمدريد على إنبابي، ليش لازم إنبابي يلعب هون، ليش إنبابي يلعب هون، بس، هذا بكل بساطة اللي بحكي، القضية هاد، إنباب فيها أحلام، وكشفت سوء كبير في الإعلام الإسباني حالياً، بذكرني بالإعلام الإسباني 2012-2013، سوء مش طبيعي، وحرب شعواء، وممنهجة، وإشعاد، وكذب، والكل عارف إنه في النهاية ما رح يطلع، وقصة طلعت ليوناردو هاي قبل يومين ثلاثة، أعطت أمل، فعلاً أعطت أمل، وشغلت تك 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 كثير، لكن في النهاية هادول لما طلعوا، كانوا عندهم بالهم شي تاني، كانوا مصلوا رسالة للناس كلها، إنه آه وصل عرض، وإنه شروط، وريال مدريد ما عمل شروطنا، والسلام عليكم ورحمة الله، كانوا مصلوا هاي الرسالة لمن؟ لا إمبابي، مش لحدة تاني، خلصنا قصة ريال مدريد، ريال مدريد الحالي، لو كان هزارد، عشان أحكي شغري مهنة، لو كان هزارد بمستوات طبيعي، ريال مدريد ما كان حيدفع ليوم 220 مليون يورو، كان حيستنى إمبابي مجاناً ب بكل هدو، لأنه عنده اللاعب مميز، عنده لاعب قادر يشيله، بس الريال بيعاني هجومياً، هذا الشي يعني عرفه، مش مهم، إمبابي لسه على الأغلب، مش هيجدد على الأغلب، بس بتخاف إنه اللي يصير، الناس بتقول لك أنا نتفليكسور كنتي قلات شكراً، انت بتخاف إنه اللي يصير إنه اللاعب بعد مباراة مبارتين ثلاثة ينسجن بالجو الحلو تاع نيمار، ميسي، ويقول لك لا أنا بدأ ضل مدام فيه فلوس، وبلدي، بدي أضل، طبعاً أسباب إمبابي للخروج، إن شاء الله نوصل إلى 15 ألف، جربنا، جربنا يا بهاء، أسباب خروج إمبابي، شو هي؟ أول شي إنه بحب ريال مدريد، ثاني شي إنه لما تيجي تقول أسطورة ريال مدريد، بأسطورة أي نال ثاني دائما بتحس أسطورة ريال مدريد هو الأهم، أو أسطورة ريال مدريد، لأنه إنها دي الأهم بتاريخة قدم، فحلو تكون أسطورة بريال مدريد بدل ما تكون في أسطورة بسان شيرمن، يعني هذا الطبيع، الشي الث ثالث، إمباب مملل دوري الفرنسي لواحد زي إمباب ونيمار، وبتسلوا فيهم، يعني بريات سهلة أربع خمسة لما بيركزوا، حتى لو ميخسروا الدولة، بخسروه هيك يعني إمباب ملل، مخسروهش، متفكروش إنه من تقلق ليل بس، لأنه كان كثير في خلافات داخلية أيام تخيل، والجو توتر وصر يعني مسمم بالفريق، فطلع تركيزهم، كان كل تركيزهم على الأبطال، لكن اتخيل لو إجا ميسي، محهم، ومح التشكيلات هاي، الدوري صار أسهل فأنا كإمبابي مش راح أتطور، أنا كإمبابي مش عم بختبر نفسي يوميا، منها للـ 12-13 مباراة دوري أبطال، وبخلصوا بسرعة لأنه الدور الأول ست مباراة دور الـ 3 رباحهم مضمونين، فبالتالي وإذا بده كرة ذهبية للعلم، التعاقد مع ميسي ببععد نيمار، بأسف ببععد إمبابي أكتر وأكتر من باريس سنجامل، ليش؟ لأنه أي إنجاز حيصير مع باريس سنجامل الآن الكرة الذهبية لميسي، قبل أسبوعين كانت الكرة الذهبية لمي؟ لإمبابي، لما إجا ميسي صارت الكرة الذهبية لميسي ما هيك؟ معروفة، أشهر لاعب بالفريق هو اللي بيأخذ الكرة الذهبية، ببساطة، 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 واحد بيقول لي سكرت على تعقون ببجي، بتعرف أنا ببجي هذيك مرة جيت ألعبها أول مرة مع إبي الأخوي صغير، والله العظيمة عرفت أدحل فيه طلع اللاعب بزحف وما بزحف ولا عملت إشي، قتلته للشاب ثلاث ثواني وأنا طالع من اللعبة، خلصنا قضية إمباب عندكم أي أسئلة على الموضوع؟ أم لا؟ إجريزمان رسمي؟ نعم، ندخل على إجريزمان، اللي صار مع إجريزمان كثير بسيط، وكثير واضح، وكثير التحولة مفاجئة، قبل أسبوع كان إجريزمان لسه مستمر، المباراة الأخيرة لإجريزمان أقرب للفضيحة، من حيث الروح، من حيث الحماس، من حيث الرغبة، من حيث كل شيء، اللاعب جاي لك بكل بساطة أنا ما بدي ألعب، أنا زهيكت هون، لا أنتم عارفين أنتم ملوف معي شيء وأنا عارف أعمل معكم شيء، طيب راتبو 30 مليون يورو، كومان راعة لابورتا قال له هذا خلص روح، ببساطة لابورتا قال له وين أحط 30 مليون، ما تشعيفنا مديونين بمليارات إحنا ما شاء الله عنا، وين أحط 30 مليون يورو؟ يعني وين أحط 30، في خبر وصل هلا شفته أن الليجة بيتأكد أنه مستلموا الأوراق في الوقت المناسب، وين أحط 30 مليون يورو أنا أنت اللي باعت لي إياهم، وين أحطهم بالدكة بتتخوت أنا زيما ما معيش فلوس على سجل أجويرو، قال له لقالك حال، قال له استنى، قال له مرحبا أتلتكم، ما دلتش أخباركم، كيف حالكم، تعرفوا إحنا صحاب زمان، وعطناكم السواريز، شيلوا هذا عننا، قالوا إحنا أصلا نستنى هذا اليوم، وإحنا عارفين إنكم ما هتوصلوا هذا اليوم، تعالوا يا حبايبي لعيننا، مرحبا ما دلتش أخباركم، قالوا منها خالص خالص بطل الموضوع، إينا شرطي بسيط، بدفع لك 10 مليون إعارة، وأربعين مليون لما أشتري، يعني المئة اللي أخدتهم منك، بعطيك ربحهم، والسلام عليكم حدو الله، فببساطة، يعني هاي بيان من الليجة، وثائق غريزمان وصلت في الوقت المناسب ودي يونغ ويتم مراجعتها الآن، ببساطة أنا هتفع لك مبلغي قليل، ولأني هستغلك، لأنه أنت ما هتحط 30 مليون يورو على الحتيان، والمشكلة الثانية، إنه غريزمان ما إجت العرض من أندي ثانية، وغريزمان عاطفي جدا في وثائقي، عندنا منه كنا نحكي عن نتفلكس، في وثائقي، وروحوا أحضروا على نتفلكس عن غريزمان، بتعرفوا قديش عاطفي، وبيتأثر باللعيب اللي ح هو قلوبا مدرجع أتلتكو، غير الأندي هاي ما بدي أتلتكو، فنحط ببساطة برشلونة بالزاوية، يدفع 30 مليون يورو على الدكة، ولا يخلي أتلتكو يشيل جزء كبير منهم، ويخض له 10 مليون، ويزبط شوي من أموره المالية، ويطلع، طيب، شو المشكلة الآن واجهها برشلونة؟ محوش فلوس يجيب لعيبة، لأنه إجته 10 مليون بس، محوش فلوس يشتري، ومفيش مهاجمين متوفرين بع 10 مليون يعني، ففكر، فالنقاش كان إنه وأنا حيكون عندي ديمبلي، دي باي، أوفاتي، بالمنطقة الطبيعية، ثلاثة، وأنا عندي ممكن ديمير، ممكن برايت وايت كاحتياط، أنا بدي مهاجم احتياط، وعندي أقويرو، فبصير عندي عدد كويس، بس بدي واحد احتياط هيكا برأس حار، بدور دور على لوك دي يونغ، يعني هذا اللاعب عشان يكون ماضحين، كان ممتاز بتفنتي الهولنديا، أعتقد كتبت عنه مره مقال إنه كيف حصير ممتاز، الحمد لله أنه الموقع تسكر بشان ناس ما تلقاش المقال، كان الكل يحكي عن لأنه هذا خالص، هذا نستر رويل اللي جاي اللي حيسكر كرت القدم، لكن ببساطة اللي حصل، هذا رعب مونشنجلات باخ، مونشنجلات باخ فكر حاله جاب اللاعب اللي حيعوضه عن أيام رويس والأيام القديمة، فشلت، أوراق مين اللي بيسألوني، الأندي بتبعث عقود للأندي، للاتحاد الإسباني والليجا، لازم توصل بوقت مناسب، إذا وصلت بعد دقيقة بتلتري، الآن الرابطة الإسبانية بتأكد إنها وصلت بالوقت المناسب، الآن بتروح، مونشنجلات باخ فشل، أعرولا نيوكاسل فشل، نيوكاسل عمل بيان، قال حدا حيرجع، هذا ما جابش ولا يقول شو بدنا فيه هذا، وبعضي راح على إشبيليا، بإشبيليا يعني أولها ها، بعدين السلام عليكم، الزلام يطفى، بالأهداف تاعته تلك تربحها مش مهنة، فبنحكي عن لاعب زي لاعب مش أساسي ببرشنة ولا بيقدر يكون ببرشنة، وعمره واحد ثلاثين سنة يعني صعب تنفجر قدراته، سألحكي عن مش هتنفجر قدراته بيوم وليلة، فبالتالي ببرشنة جابه واحتياطي، يلعب بقرات عرضية بالروس يعني قدراته واحتياطي، ورات بقليل، وبتاكله في قليلة، فالأمور مالية، قليلا نعذر لابورتا، لأنه لقي نادي شبه مفلس، مضطر يضحي بهذا الموسم، في كرة القدم، في أندي كثير بتطبق شيء اسمه السنة البيضة، السنة اللي أنا حدخل فيها هيك، رب الله يوفقنا، بس وهذه السنة اللي هيك، اللي لازم أنت تقلل مصريفك، تضبط ميزانيتك، إجت كويسة زبطت معك، الحمد لله ما إجت معذورين عارفين ظروفنا، الروح على سؤول، ببساطة الجميع مستفيد، أتلتكو خلص من لاعب سيميوني مش عارف يستفيد منه، وكل يوم في توتر، وسيميوني بعض رحين بنزله بس بشان الإعلام ما يقولش يحكي عن سؤول، فبالتالي بلعبوا هيك، وهو مش مقتنع، ربنوني مش مقتنع، هذا من طرف أتلتكو من طرف اللاعب هو مش مرتاح ومش سعيد، وبدي يظل بأتلتكو، وسيميوني مش حابه، وسيميوني مش سعيد يطلع من أتلتكو، يعني سيميوني كأنه مالك أتلتكو هالأيام، طب شو تعمل؟ فأنت بتحتروع عليك كأس العالم، مجرب كأس العالم، فلازم تطلع وتلعب، تشيلسي، شو عنده؟ عنده لعب وسط، اللي هو سأقول، بلعب محور، وبلعب وسط يسار، لأنه شفناها تطبقها مع أتلتكو، لعب متحدد المراكز، والأهم من ذلك شخصيته قوية في الأيام الصعبة، لعب شخصيته كثير قوية في الأيام الصعبة، قال الحمد لله يا فراس أو فرات قربنا كثير على 16 ألف، فهلا واحد قال لي تعليق عبر شونة هرجع له، فعندك الكل استفاد، واحد استفاد لاعب، تاكله في قليلة جدا، ومع لوكاكو صارت سوق محترمة، وواحد خلص من لاعب وفرغ جاب إغريزمان الملهم اللي ممكن يساعدهم دورة أبطال أوروبا، ويسأل أنه إغريزمان، يعني واضح أنه السواريز ممكن ينصاب كثير السنهاية، بلس، الشي الثالث اللي هو اللاعب، أنه سيلعب، وبالتالي ممكن يلعب بكأس العالف، وواحد قال لي شكلها سبع سنين عجاف لبرشلونة، برشلونة مش محتاج سبع سنين، برشلونة محتاج يزبط ميزانية الرواتب، اللي هي سنة، هلالديون موجودة دائما، حضرت تتفحها للأبدا، ينسى الموضوع مليار هادور شو ديسدهم، بس برشلونة محتاج ينزل ميزانية الرواتب، لما ينزل ميزانية الرواتب، سقف الرواتب تبعه ينزل، بص بسألت أنه الفلوس اللي بتجيه يصرف 25% منها بسوق الانتقالات، سقف رواتب ويرتفع مع الليجة، فأموره تنحل وتصير أموره سهلة وأصلا، بصير سهل تخلص من اللعيبة، مش بلازقوا فيك زي بيانتش ومتيتي مش عارف وين تروح فيهم، هذا ببساطة، كوندي طبعا تاع شبيليا منعرف أنه شبيليا غير رأيه، شبيليا قال أنا كنت معطي تشيلسي موعد معين، ما رجعوا لي فيه، ولما ما رجعوا لي فيه، أنا قلت لهم ببساطة عملوا ودفعوا قيمة فسخ العقد، اللي هي 70 إلى 80 مليون يورو، في تعليق شفتم من واحد إشبيلي على تويتر اسمه إشبيلي، حلو جدا، هذا الخطأ تشيلسي ربما خطأ يكون، بس ما هو تشيلسي ما هو 8 مليون ممكن يتفعهم الآن، حصل مع دانيل ألفس، تشيلسي كان حيخلص بدانيل ألفس، اتراجع بآخر يوم، برشلونة أخذ ألفس فطرع لعب كبير، بس هذا الموضوع اللي مش أكيد يعني مش أكيد كوندي يكون زي ألفس، الناس اللي يحكي لي عن كومن، كومن أنا مقتنع أنه بشتري كويس كت كتير، بس لما يبلش يبدل أنا بخاف منه، يعني بحس أني أنا بطلت أفهم إشي بكرت القدم، مبابي بكل بساطة الناس ما يلابدوش يبعو، اعملنا حلقة عذايق بمناسبة جريزمان، خلص ما هذا جريزمان معنا هاين هو بالحلقة، منظر أن نعمل لك عن جريزمان، أنا بحب جريزمان كثير ما بزحش والله، واللي حكيته ديك بمرة صحيح، اللي هو أنه بالبلاي ستيشن أنا فحلاً أي فريق فيه جريزمان بلعب فيه، لأنه أحسن واحد بقطع كرات لما تفل واحد بقول لي ما عندك إلا دور إسباني، هو سأقول بلعب بتشيلسي، تشيلسي بالدور الإسباني، يعني ما ضمي، إحنا نحكي عن اليوم الأخير بالانتقالات يعني عشان نكون كثير واضحين، ما بنتكلم عن كل أيام، في صفقات الثانية اليوم صارت باليوم الأخير، هي معظمها عادية، نولو مندس شوفنا عسان جيرمن، فيه لاعب باسمه لوكمان راح على لستر، هذا اللاعب كان كثير يعني إله أمل، فيه واحد بيقولنا وجه تحيين مهند، حنفي، الله يشفيك يا مهند، الله يشفيك يا مهند يا صديقنا، وإن شاء الله ربني يحميك، فيه لاعب راح اسمنه كمان على لستر، هذا اللاعب لاعب جيد، لاعب مش سيء أبدا، مشكلته هذا اللاعب إنه مستوى مش ثابت، مش ثابت أبدا، مستوى مش ثابت، بالنسبة لريكي بويج أنا الآن صرت مع كومن، كن دائما مع ريكي بويج الآن مع كومن، واحد قلت نديش ألعبك واطلع وضلت قاعد خلص خليك قاعد، انتهى الموضوع عندي، زي ما عمل مريانو ديازي اليوم اللي هو ع ببتطلع عريو فاليكانو لا بديش أطلع، فيه ناس بيقول لك الوقت، أنا مأعتقدش الوقت، هذا اللاعب خلص، صراحة حلو إنك تكون تلعب بريال مدريد، تخيل لما تسلم عليك واحد وإن بتلعب عبرايو فاليكانو، مش هيسألك أساسه والاحتياط يعني بريال مدريد ومش هيسألك كمان أساسه والاحتياط، هو في ريال مدريد، الناس عقول مش الكل بيشوف كل أمور زي ما احنا بنشوفها، بعد سوق الانتقالات هذي طبعا واضح أفضل سوق انتقالات اللي عملها، أفضل سوق الانتقالات اللي عملها، هنحكي عن ليبربول، الناس بسألون عن ليبربول، أفضل سوق الانتقالات عملها باريس سان جيرمان، أرسنال، أكثر واحد دفع، بس دفع بلاعيبة مش مضمونين، أنا مشكلتي مع سوق ماذا لو هذي، سوق ماذا لو نجح هذا اللاعب، ماذا لو جبنا هذا اللاعب وطلع شاطر، جربوه لهم ثلاث سنين، أم الزابطة عليهم، هنحكي عن كما فينجا إن شاء الله، من إحنا كذكرتني، يعني اللي يسألوني عن كتابي الإلكتروني أكبر مع تقدم الجزء الثالث، هنوفره مجاناً قريباً جداً، بس أنا والله كثير كنت مجغول، وصديقي المصمم المسؤول عن الموضوع صار عنده ضرف، فأنا آسف جداً، هيتوفر مجاناً قريباً إن شاء الله، بالنسبة، نرجع لمين كنا نحكي، خربطونا في الكتاب، كنا نحكي عن مريانو دياز، آسف، خلينا نطع كما فينجا إذا تذكرنا الموضوع، بنرجع له، بالنسبة لكما فينجا، لاعب وسط، عملت عنه فيدي نشرته اليوم بالصفحة بإمكانكم تشوفوه، لاعب وسط كثير ممتاز، لاعب وسط ذكي، بعرف وين يوقف، تكتيكي، هادي، شخصيته قوية بعمره، أصبح لاعب جعز، مش هيكون أساسي في ريال مدلي بأول يوم، لكن حيتح شغلي مهمة، حيخلي في خيار لأنشلوتي لعب كاسيميرو قلب دفاع في الأمور الصعبة، هذا أول شيء، ثانياً حيخلي كاسيميرو بقدر يرتاح، بس هذا بالنسبة للسنة الأولى، هذا اللي بتوقع منه، ويبلش يتعود على الدور الإسباني، هذا المطلوب منه بالموسم الأول، لاعب موهبة للمستقبل، عندك تراتي وسط ممتاز، مش محتاجه الآن يصير الأساسي، محتاجه يريح كاسيميرو شوي شوي، يستخدم كاسيميرو قلب دفاع لما تكون فيه مشاكل، ويبلش يتعود على سرعة وضغط دور الإسباني، واحد بقول يبدا نام نستعجل، طب روح نام، والصبح تعال، تلقى الفيديو موجود، وحنشره على اليوتيوب إن شاء الله كمان شوي سبايزل مش لايبزيك أخطأ ببيع سبايزل، ما كان عنده حل آخر لأنه هيخلص عقده، ولايبزيك جاب فلوسه وجاب موري ببداله، هيك يعني هاتو هاتو، يعني غير بهاي الطريقة ببساطة، يعني غير لعب بلاعب عشان ما يخسر فلوس الفرق، إنه صار عنده لاعب طول عقده خمس سنين، آه حلو، واحد ذكرني بأرسنال، أنا كنت أتكلم عن أرسنال، مش بكلم أرسنال، كل عيبته اللي بيجيبهم يعني هاتو دافع أكثر نادي، وآخر خمس سنين للعلم هو من أكثر خمس أندي إنفاقاً، بيع أو شراء ناقص بيع، يعني قد ما دفع قد ما بيع لعيبة هو أكثر واحد من أكثر خمس أندي يدفع، شو مشكلته؟ إنه كل عيبته، هنحكي عن إميرسون ريال، كل عيبته بيشتريهم على أمل، جابرييل، منعرفوش من وين، اليوم هذا الياباني، اللي يعني في واحد مش عارك متأكدني معلومة لا، بس قرأت تغريدة إنه وكيل أعماله وقال لهم والله هو يعني بيشوف حاله، هذا ظاهر أيمن والأقل دفاع، إن شاء الله بعرف يعني، اللي مش متأكد، وكل يوم هاللعيبة هدول اللي ممكن، أوديغارد اللي ممكن ينجح، إفلان اللي ممكن ينجح، لو جمعتوا الفلوس اللي دفعوهم بالمدافعين هدول النص نص، كان عندهم بالخطة دفاع فاندايكو راموس مثل مرحبا يعني بسهولة، هم لازم يفهموا أنه محتاجين كواليتي كواليتي بكل خط، يعني أنا بيعجبني أوباميانج لما يكون بأي فترة، محتاجين كواليتي حقيقية في كل خط، مش لاعب على أمل ينجح، يا أخي أزيل لما إيجاب عندهم، صح ما كملوا نهايته مشاكل، بس أول سنتين الفرق جاب ألقاب بعد تسع سنين، يعني ما تعلموا، بتجيب كواليتي حقيقية، هذا ببساطة اللي انخلصه، كما فينجا وبلانكو موجود، وأعتقد نفس الجود، لا، كما فينجا شوي أعلى من البلانكو ثقته بنفسه أعلى، بلاس أنه أنت عندك ثلاثة بدك تبدلهم لقدام، عندك كاسيميرو، وعندك مودريتش، وعندك كروس، وممكن تبلش تبدل كاسيميرو مودريتش على قريب، فبالتالي أنت دائما لازم يكون عندك هذا الدم الشبابي، وكمان لما تبلش تراهن عمواهب شابة لازم تجيب اثنين مش واحد، لأنه بالعادة نسبة نجاحه مش عالية، مدرب أرسنال طبعا نحن تفقين من المشكلة، شفنا اليوم ليفربول كان هادي جداً بسوق الانتقالات، بس أنا شخصياً أنا شخصياً أعتقد ليفربول عمل المنطق، هنتكلم بخصوص كباني، هنتكلم بخصوص كباني، أنا شخصياً أعتقد خربطني يا كباني، نرجع على مين كون نحكي عن ليفربول، شخصياً أنا أعتقد ليفربول منطقي جداً، ليش؟ حافظ على العيب يمجربهم، جودة، ناجحين، لسه في أرضي ما ألعب بدهم يعطب، كان عندوها الميزانية، أزيدها بالانتقالات ولا أدفعها رواتب؟ قال لك لا أدفعها رواتب وأخلي عندي هذور النجوم، مش هغامر لأنه احتمال تنجح الصفقة دائماً مش مضمونة، جربوا معهم، مش كون صفقات كلب يعني ضربات، تيقول الكانتارا ما أعطى لحد آمي في المية، من هذا الياباني كمان ما أعطى زي ما كنا متوقعين، وهذا، تحياتي يا سامر، سامر أحمد فهذا ببساطة اللي صارفها، إنهم لعبوا على المضمون، مدرب ممتاز، استعادوا المدافعين، جابوا مدافع زيادة، طلعوا إليوت، فشافوا إن الفريق تحسن بنظرهم، أو قدت السنة الماضية غاب، لو ما غاب ممكن كان شكل موسم مختلف، وبتشوفوا ما شاء الله عنه بوقف أماكن على القول، هذا بالنسبة للمربول، بالنسبة لغاباني أنا أعتقد فعلاً كان فيه جس نبض من برشلونة، بس الخبر انفضح بسرعة، فبرشلونة غطع الموضوع، وكباني قالوا ما بديش أطلع، ويو جيمس مبارح يعني، شو بتسووا إنتوا، فبالتالي إنه القصة أصلاً كان مجرد خط، يعني تجربة هيك، مجرد هذا، طبعاً عنا اليوم اللاعب مهند علي ميمي بيكنا يوماً ما نتكلم نممكن ياخد يوفينتوس، أعتقد انتقل ع الدوري اليوناني، إيغوارديولا بدون مهاجم، تصريحات إيغوارديولا حكيتها بدرج إنجليزي الأخيرة، إنه حيروح عفيران توريس، الشباب بلشوا بدومينان بلشين عسوا حاسهم بالتعليقات، فأنا بدي أبلش أخلص عن الموضوع أسرع بأسرع، أي أسئلة أخيرة، خلينا نتذكر، يوم أنتوا صبعاً سوقوا، ما شاء الله عنه، ما عمل السوق، يجا وراح على الفاضي، ميلان عمل عمق للتشكيل، ما رفع جودة، إنتر ميلان عوض، أعتقد أن إنتر ميلان نزلت جودته شوي بتصفقات، حكيت عن أرسنان حنعمل حلقة إن شاء الله لعيونك في رأس قريباً إن شاء الله، وهذا بكل بساطة عندنا الحلقة، يعني هذه هي الحلقة تاعتنا اليوم، بحاول أفكر إذا في ظل مواضيع تاني، ما ظل صفقات غريبة، مريبة، ما نشوف شو بده يصير معاه، وعد شاب أحكي معان إمرسون رويل، إمرسون رويل اللاعب اللي بنشوفه، عنده إمكانيات دفاعية، بس زي ما حكيت في حلقة توب فايف ما عنده القدرات الهجومية، بس بعض الأحيان كاتوتن هام، ممكن يفكر أنا ممكن ألاعب قدامه جناح، ما بدافع، لكن بالتالي ما هو جناح هجومي، فهو يكون السداد والتوازن تبعي، ممكن أحط هيونج منسن على هذه الجهة، فيأخذ راحته أكثر ما يرجع يدافع لأنه إ أكثر، محمد، حبيب محمد عواضي إن شاء الله منلتقي قريباً ونتعرف على بعض، إزاي برشلونة هتلعب برشلونة السنهاية يا جماهيد برشلونة؟ بدكم تتحملوا شوي، لعنما الفريق يهدى شوي، آه نعم ليفربول جدد لهندرسون اليوم واعتبرها كأنها صفقة اليوم الأخير بالانتقالات، فجماهيد برشلونة بدكم تتحملوا شوي، الله يعينكم، تخيروني أنا بعد اليوفنتوس، بعد الكاتشوبولي والبهادر اللي عشناها، تحملنا ولونا تسع سنين دوري وراء بعض، الحمد رب العالمين، وإن شاء الله نرجع نكمل، في واحد بيقول البطول لروما خدوا سكرينشوت، بدون ما أخد سكرينشوت مش هرجع لها أصلاً، يعني مش حاسس روما، مش حاسس روما أبداً، ونوصل هون لنهاية هاي الحلقة، بتمنى يكون البث المباشر ومناسب لكم، وبدي بالتعليقات تحكولي هل أنتوا بناسبكم؟ أبدت سلبي مدريد وبرشلونة بث؟ ولا أصور وأرفع وكذا وهي حكي هذا؟ بحب أسمع رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا